موظف أمريكاني ده تقال موظف أمريكاني استقال من وزارة الخارجية الأمريكية هو موظف في الطبقة العليا ما هوش في مكتب ووزراء ولا في الطبقة رقم واحد يعني لكن في الطبقة العليا الخبر بتاع الموظف الأمريكاني الاستقال ده 12 في أهم أربع جرايب في أمريكا النهاردة الراجل ده أقوله لك دولتي قبل أن نطلع الفاصل الراجل ده كان بيشتغل في مكتب اسمه مكتب الدبلوماسية العامة للشؤون السياسية والتسليح في وزارة الخارجية الأمريكية 12 خبر في الولد سريت جورنل 12 خبر في النيورك تايمز 12 خبر في الان بي آر اللي هي الإزاعة العامة الأمريكية لما سألوه قالوله طبعا أنت طول عمرك شغال في وزارة الخارجية الأمريكية طول عمر وزارة الخارجية الأمريكية سياسيتها واضحة تجاه إسرائيل وسياسيتها واضحة تجاه المنطقة اللي انت بتتعامل معاها إيه اللي جات دي يعني فهو قال إنه الأمل انتهى عندي نوع من ده الكلام اللي قاله انه دايما كان عندي نوع من ان فيه اطار فيه برنامج احنا شغالين ضمنه انا شغال بقالي 20 سنة فيه اطار انا شغال ضمنه يعني مثلا احنا عارفين انه فيه حاجة اسمها حل الدولتين انه فيه حاجة اسمها مفاوضات او عملية سلام المرة دي اللي بيحصل او اللي قال انه انحياس غير اخلاقي وقال بالضبط كده انه انحياس غير اخلاقي وقال بالضبط انه بعيد عن القيم الامريكية أنا برضو بقول كلامه حضرتك وحضرتك ممكن تشايفين أنه هو حتة موظف يعني عالي شوية لكن إيه أهميته؟ أهميته أنه بيعمل رأي عام أهميته أنه فيه خمس تلاف فوق الخمس تلاف مواطن أمريكي يهودي إمبارح كانوا بيعملوا مظاهرة بتقول ما تقتلوش بإسمنا تتصور حداك أو حداك أنه هم مش مهمين لا مهمين لأنه النهاردة وظيفة الخارجية الأمريكية تغير كلامها أو تبدأ تغير من كلامها وتقول إيه أنه آه صحيح حق الدفاع على النفس وفقاً كلامهم مكفول لإسرائيل لكن لازم يتم وضع الاعتبارات الإنسانية تغيرات بسيطة لكن التغيرات بتحصل بحد زي الوسوز أحمد بدير بحد زي الفنانين والمثقفين المصريين بحد زي طالب الجامعة وطالبة الجامعة المصريين هذه صور بتاعة الكونجرس مبارح لأنه مشي كل واشنطن وبعدين قعدوا لفترة في الكونجرس الأمريكي التغيرات بتحصل بأسماء ناس ما تعرفهاش بأسماء ناس إحنا من عرفهاش بأسماء ناس في غزة بأسماء ناس في الضفة الغربية بأسماء ناس في شوارع مصر مع الصفوة اللي بتعبر عنه يحدث مصر مستمر بحالكم بعد فاصل ترجمة نانسي قنقر